أنا عايزة بس نوضع حاجة. إحنا لما بنقول أطفال بنتكلم من سنة كاملة كاملة. طيب. إحنا عندنا الطفولة المبكرة والطفولة المتوسطة والطفولة المتأخرة. الطفولة المتأخرة إحنا بنبدأ من أول سنة ونصف. من أول مسانة ما بيبي. ده اسمها الطفولة المبكرة. لحد ما يخش بري كي. اللي هو منكلمها على ثلاث سنة ونص واربعة. تمام. بعد كده من خمسة لحد تمانية. من تمانية لحد حد 11. أول حد 10 على حسب دخول المراقبة. عشان المراقبة ممكن تبدأ عن البنات عند 10 سنين. فدي طفولة متأخرة. طيب. هنوصل بقى في مشكلة تانية. يعني خلص إحنا قلنا. خلص هو ما عادش فترات طويلة. وإحنا عادنا نوجي. أنا بتكلم عنك دولتي. كابرين مشكلة بهيفير. خلص. خلص بقاش عندنا استردجيز. وما بنتكلمش عن طفولة المبكرة خالص. إحنا هنا بنتكلم على متوسطة أو متأخرة. بالضبط. يعني إحنا خلص إحنا قدرنا إن إحنا نقضن توقيته وهو قاعد قدام. إحنا بنتكلم أول ثلاث سنين. فيه خطورة جدا على مسؤولة العصبية في المخ. عشان بيقصر المحور العصبي. فبيزود المادة البيضة اللي حاولي المحور العصبي. فده يكون عرضة لأي اضطرابات من عرضة للطرابات الألأ. يعني إحنا أصلا بقى الثلاث سنين. أنا معلش الموضوع ده مهم قوي بالنسبة لي. الشاشة يعني الأطفال اللي قبل ثلاث سنين ما يتفرجوش أصلا ما يشوفوش يعني إيه شاشة ولا لأ. طيب كل أطباء اللي في العالم أكدوا إن أطفال الصغيرين أول ثلاث سنين من عمرهم في خطورة رهيبة في مشاهدة خطورة أصلا في المشاهدة. مش هكلم على التوقيت. ليه؟ المصارات العصبية التي تكون الفصوص المخ تودها تكون في ثلاث سنين أو ثلاث سنين. الفصوص في المخ جواها محور. اللي هي إيه؟ تركيز وإنتباه وقوة ملاحظة وهو مهارات حفظ ومهارات لغوية ومهارات حسابية وتركيز وإنتباه. كل ده بيحصل أرر. فمنيجي يبان عند سن الحضنة. يعني ابني عنده مشكلة في المهارات. فسواء تواصل اجتماعي لو كان مع السلوك. عنده شكل في البرين. اللي هو أصلا مش مركز معيكي. هو بتشتت حتى لو ما كانش ADHD. لا هو مشتت. هو مش قادي ياخد مارتي تاسك. مش قادي يقوله معلومة واحدة. هو بيبدأ غزبا عنه وبينساها. لو عدينا المرحلة دي. خلاص. خلاص احنا اتفرج. بس احنا يفضل. لو اتفرج لا يزيد عن ساعة. ومفيش بحث في العالم. أكد إن مشاهدة الحاجات التعليمية. وهو صغير. أفيد من التواصل الشخصي. صح. يعني بحطه علشان ياخد. فيطلق آوت. ياخد لغة. لا هو مش يتكلم أصلا. هو محتاج تواصل من عين. ويبدأ يسمع وحركات إيدي. كل دي مؤثرات طبعا. محتاج ياخد حصيلة غوية. من أنا شخصيا. عشان يبدأ يطلح حصيلة غوية. أو يتأخذ في الكلام ليه. عشان ما عندوش كامل حصيلة غوية. اللي يبدأ يطلح. فبالتالي الزكاء الاصطناعي يضروا أكتر ما يفيد. أكيد. عشان إحنا مفروض بنعلمه. لحاجات تنمية المهارات. اللي هو مفروض ياخدها في سنه. يعني حتى البرينجيم. أنا مش بفضل الابليكيشن تعمل بلطة البرينجيم. اللي هو التدريبات الزهنية. طيب ممكن أجيب له حاجات برينجيم قدامه. منها زويد تركيز بنصر أي حاجة. فيها ميلوتونين. شرشة زرقة. هي بتأثر حتى علينا إحنا كبار. بتأثر على خلاق المخت. بتأثر حتى. يعني لما يجيه يكلم عن مراققين. كاليسية. وبتأثر على البيهيفير بتاعه. يعني المصطلح الجديد اللي نزل من خمس سنين. الاضطراب المصطلح. الطفولة المتوسطة. اللي بيبدأ يظهر فيها ابني عند مثلا ست سنين. بدأ يظهر فيه أنه عنده تخوف من التعامل مع أصدقائه. مثلا داخل المدرسة. هو مش قده يتقبل أسر المدرسة. فعنده صدمة المدرسة. اتباعا هو بدأ يبعنده عزلة اجتماعية في المدرسة. طيب إيه اللي بيحصل له؟ الطراب مصطنع. الطراب مصطنع بسهولة جدا يتم اجتزاب بتاعه. إنه يبدأ يمسك الممباير. أي حد يعمل الشيط معه. حاجات غير قانونية. يبدأ يدخله في حاجات بيخش في عالم مفتراضي. ويبقى عشان يعيش حياة الكبار. عشان هو عنده صدمة. فعنده الطراب مصطنع. أو يبدأ يحط حاجات مش عنده. يعمل أكاونت مثلا مش حقيقي. عشان خاطر الناس كلها تتقبلوا. عشان يبدأ يشعر بالاهتمام. عشان هو حاسب الإهمال. فكل ده بدأ يظهر من خلال سوشيال ميديا.